اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جينيف مع معالي السيد فولكارتوريك المفوضة السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وذلك بمناسبة مشاركة وزير الخارجية في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جينيف وفي بداية الاجتماع هنأ وزير الخارجية مع علي المفوض السامي على توليه مهام هذا المنصب الدولي الهام متمنيا له التوفيق والنجاح في إدارة أعمال المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤكدا اهتمام وحرص القيادة الحكيمة في المملكة بتعزيز الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتطوير التعاون والتنسيق المشترك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من جانبه رحب مع علي المفوض السامي بوزير الخارجية ومشاركته ووفد مملكة البحرين في استعراض تقرير المملكة لحقوق الإنسان مؤكدا استعداد المفوضية لتقديم كافة أشكال الدعم وتبادل الخبرات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مشيرا إلى أن هذا التعاون الدولي في هذا المجال وفي إطار الأمم المتحدة من شأنه أن يحقق أهداف ومقاصد المنظمة الدولية وتأكيد دورها في التنمية المستدامة في دول العالم وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمفوضية السامية في المجالات المتعلقة بتنمية وتطوير منظومة حقوق الإنسان كما تم تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك